السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي قام الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية سيد عبد الرحمن صادق عسكر بزيارة إلى مقر الاتحاد البحريني للسباحة بمدينة خليفة رياضية والتقى خلالها برئيس الاتحاد الشيخ محمد بن إبراهيم الخليفة وعطاء مجلس الإدارة والوفد العائد من الدوحة من إداريين وسباحين بعد الإنجاز الجديد الذي أضفه لعبين منتخبون الوطني بحصولهم على خمسين ميدالية ملونة وتحطيمهم للعديد من الأرقام المحلية والشخصية وذلك في المشاركة الأخيرة في البطولة الخليجية للمجرى القصير والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يخوض فريق الحد ممثل الكرة البحرينية في مسابقة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عند السادسة من مساء اليوم على استاد البحرين الوطني مباراة الملحق المؤهل لهذه البطولة أمام فريق كيل تريك الباكستاني حيث يسعى الحد للفوز باللقاء والتأهل مباشرة ليكون في المجموعة الأولى انفرد بربار بصدرة المجموعة الثانية في الدورة تمهيدة لبطولة دور الاتحاد البحرين لكرة الرياد بعد فوزه المستحق على أمام الحصن بـ 29 هدفا مقابل 24 مستفيدا من تعادل الشباب مع دير بـ 27 هدفا لكل منهما فيما تفوق سماهي جاء على الاتحاد بـ 34 هدفا مقابل 25 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر